السلام عليكم معاكم أخوكم عمر القبندي اليوم حاب أشرح لكم عن حجم الفيروس اللي إحنا قاعد نحاربه عشان تقدر تتغلب على الخصم لازم تعرف خصمك بالضبط أو منه هني الفيديو يوضح لك واحد ماسك مسمار إذا زومت إلى عشر مرات راح تقدر تشوف مثل شعرة، هذه شعرة بني آدم عادي يعني شعرة عادية ما في عشي هني دشينا إحنا الخط الأخضر يوضح لك 2 مليمتر اللي هو أقل من السانتيمتر لما تزوم زيادة راح تبدأ تشوف حشرات الحشرات هذه اسمها دست مايت دست مايت هذولي اللي يكونون موجودين في الفراش ويكونون موجودين في الزولية مثلا وهذا اللي يتسبب حساسية عند بعض الناس هني كبرنا 100 مرة ووصلنا إلى 200 مايكرو متر الخط الأخضر هذا 200 مايكرو متر قاعد نزوم الزيادة الحين راح نشوف الكرة الخضرة الكرة الخضرة هذه هي عبارة عن حبوب اللقاح اللي هي هم في ناس عندهم حساسية من حبوب اللقاح اللي يقول لك بالربيع أنا أحس بحساسية هذي منها هني دشينا كبرنا 1000 مرة وصرنا 20 مايكرو متر الكرة البنفسجية اللي تشوفونا هذه هذي كريات الدم البيضاء وهذه سلاحنا الأول ضد الانفكشنز وضد البكتيريا والفيروسات هني الدسكات الحمر هذي كريات الدم الحمراء وبعدين الدائرة البيضة هذي البيكري يست أو الخميرة اللي نخبز فيها هني دشينا إلى 2 مايكرو متر وهذا عالم البكتيريا الآن نحن في عالم البكتيريا الأخضر هذي اللي تشوفونا هذي إيكولاي والصفرة هذي استافيلو كوكس بكتيريا اثنين هم أنواع بكتيريا الخضرة هذي موجودة طبيعيا في الأمعاء هني كبرنا 100 ألف مرة ودشينا إلى عالم النانو متر اللي هو أقل من المايكرو متر وهني تشوف أول فيروس هذا أكبر فيروس اسمه إيبولا هو اللي يسبب مرض الإيبولا في أفريقيا إذا زومنا زي هذا راح نشوف الحبوب هذي الصغار وسبحان الله نحن ندش في عالم العشرين نانو متر بعد ما كبرنا مليون مرة هذا تقريبا حجم فيروس الكورونا اللي احنا قاعد نحاربه فسبحان الله هذا الشي الصغير اللي هو أصل مو كأنحي هو المسبب المشاكل هذي كلها إذا أصبت فهذا من الله وإذا أخطأت فهذا قصور مني ويعطيكم العافية